السلام عليكم البناس معكم من جديد مع رزان مرحبا بكم عندي نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكون احوالكم طيبة ومرحبا بكم في يوم جديد مع وصفة جديدة ومع رزان اكيد بالنسبة للماسك او الخطوات اللي غنشركم اليوم هي عبارة عن وصفات مهمة جدا لازالة الندبات او القروحات الخفيفة اللي كتكون على مستوى البشرة ديالنا كتكون منذ الصغر يعني جروح خفيفة او ندبات خفيفة وما كتتعلش في فترة الصغر وكتبقى حتثين الشباب وبطبع الحال كتشكل ازعاج ومنظر غير لائق المجموعة من الفتيات والفتيان وان شاء الله يعني العلاج موجود اكيد ولكن كيحتاج او فترة العلاج دياله طويلة يعني شيئا ما لا تقل عن شهرين او ثلاث اشهر ضروري ما نصبرو ونقوموا بهاد المواد يعني ان نوضعوها على البشرة ديالنا بشكل يومي ونحتار مفترة العلاج بش ان شاء الله نحصلو على النتيجة ومضمونة والنتيجة اللي كنتم حوليها اكيد اه وصفات ومواد مهمة عندنا وحنا غافلين عليها فعالة جدا مكوناتها والمواد اللي كتكون منها مواد رائعة كتعالج جميع المشاكل اللي كتكون على البشرة اول مكون اخواني اخواتي اللي هو زيت اللوز زيت اللوز المر مهم جدا للبشرة رائع جدا في اخفاء جميع المشاكل اللي كتتصيب او كتشكل ازعاج للشباب يعني حب شباب البطور التقرحات او المشاكل اللي كتكون على مستوى البشرة بصيفة عامة اه زيت اللوز كلنا كنعرف الفوائد والمزايا والمقونات اللي فيه غني وغني بمجموعة من الفيتامينات والمواد اللي كترجع للبشرة الشباب ديالها وكترجعها لطبيعة ديالها الاولى اللي كانت عليها ولكن كيف مما قلت لكم يعني مسبقا ضروري من احترام فترة العلاج زيت اللوز المر كتتوجد فيه مادة تلامي تالين اللي هي مهمة للبشرة كتعالجها من جميع المشاكل ومن جميع الشوائب اللي كتصيبها اه اخواتي اخواني غد نحتاجوا لزيت اللوز المر طيلة فترة العلاج يعني مدة ديال شهرين او ثلاث اشهر باش ان شاء الله نحصلوا على النتيجة اللي بغينا وبنسبة المكون او الزيت ثاني اللي هو الزيت جوز الهند اه تهوة ما كيقلش اهمية على الزيت الاول مهم جدا للبشرة مهم جدا للمشاكل او الشوائب اللي كتصيب البشرة ديالنا رائع جدا والمكون المهم كذلك اللي ما غديش ننساوه ومهم جدا فهد هد العلاج اللي هو العسل العسل رائع جدا وغني بالفيتامينات بان بسيز اللي تهوة كيرجع البشرة الحيوية ديالها التراوة ديالها والنضارة ديالها وكيخفي الشوائب والبطور وجميع المشاكل اللي كتصيب البشرة ولكن اخواني اخواتي كيفما قلت لكم ضروري ما احترام فترة العلاج والمتابعة والمداومة باش نحصلوا على النتيجة المضمونة والنتيجة ان شاء الله اللي غدي نطمحوا لها اكيد اما بالنسبة المكونات الاخرى كتلاحظوا اخواني اخواتي مكونات طبيعية تهيمتوا واجدعتنا في البيت ديالنا غدي نحتاجوا اليوغورت او دانون مسوس يعني بنسبة لهذه المواد ثلاثة فقط كنستعملهم يعني بشكل يومي فقط كمثبتات او يعني كينضفوا وكيخليوا البشرة نادرة وباش كتلائم وكتتوافق مع المواد اللي غدي نقوموا بها اللي هي مهمة في فترة العلاج اللي هي زيت جوز الهند وزيت اللوز المر والعسل هادو هما هاد المكونات ثلاث يعني هما من اسرار علاج جميع الندبات والشوائب والبطور اللي كتكون في البشرة وكتبقى يعني مدة طويلة وما كتتعالش للأسف هاد المكونات الى دومنا عليها عفوا اخواني اخواتين غد حصلوا على نتيجة مضمونة ورائعة وان شاء الله غد يتلاحظوا النتيجة بنفسكم وبالنسبة له هاد المكونات كيف قلت لكم هادو غنقوموا بهم بشكل يومي يعني كعلاج او كمثبت وكيعطيوا نظارة وصفاء للبشرة دينا غنحتاجوا الموتلت لجوبن وغنحتاجوا اليوغورت طبيعي يعني يوغورت طبيعي او دانون مسوس وغنحتاجوا الموزة او بانانا خليكم معايا اخواتي نمزج لكم العناصر وانا معاكم اخواتي كان ناخدو ملعقة كبيرة من العسل وكان ناخدو معلقة كبيرة من زيت اللوز المر ومعلقة كذلك من زيت جوز الهند كان نخلطو العناصر كيف مما كتشوفوا معايا انا سبقت لي اصبق لي وجدهم باش منطولش عليكم كان خلطوهم زيان كان مززوهم بهالطريقة مزيان ومن بعد كان ناخدو منظف اللي كان نضفو به البشرة دياننا كان نضفو البشرة دياننا اكيد كان نضفو البشرة دياننا بشكل بشرة مهيئة بالمساج اللي غد نقومو به بهالطريقة يعني انا كان مغي غير نوصل لكم الفكرة اخواني اخواتي ومن بعد كان نشحون زيان وكان نشفو البشرة دياننا نقوم بالماسك على طريقة على البشرة ديالنا كعلاج يومي من بعد ما كنديروا واحد تنظيف للبشرة ومساج غفيف يعني بأي نوع من هادوك الزيوت اللي قدمت لكم ومن بعد كنمجوا الزيوت وكنقوموا بهاد المساج او هاد القناع وكنخليوا عالبشرة ديالنا كتشرب مزيان هادوك الزيوت وهادوك العسل والمواد والمكونات اللي كيتكونوا منها ماسك مهم جدا للبشرة فعال رائع مكوناته كلها غنية بمواد فيتامينات مهمة لجميع المشاكل اللي كتواجه البشرة ديالنا فقط يعني انا قدمت لكم الطريقة اللي غادي تقوموا بها كتخليوا اخواني اخواتي الماسك على البشرة ديالكم لا تقل يعني عن 20 دقيقة مددي الى 20 دقيقة من بعد كننضفوه بنفس طريقة بالمنظف او المزيل ديال الماسكات اللي كيكون عدنا وكن مشهم زيان البشرة ديالنا وهاد الماسك ضروري نستعملوه جوش المرات في اليوم يعني مرة في الصباح ومرة في المساء كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي يعني المدة ما كتقلش يعني شهرين حتى الثلاثة اشهر حتى كتجول تماما كتخسفي هاديك الندوب او هاديك الندوب اللي كتكون على مستوى البشرة وبالنسبة للوصفة او الخطوة الثانية اللي غاندي نعطيكم خليكم معيا اخواني اخواتي ومن بعد ما كان نطفو البشرة ديالنا من الزيوت ومن العسل اللي قمنا بيهم كان نقومو يعني في الوصفة الثانية اللي قدمت لكم اللي هي موزة او بنانا وهم المثلة ديال الجوبن وكذلك اليوغورت او دانون مسوش وكان نمزو هاد العناصر مزيان بنخلطوها مزيان ومن بعد قوموا بها كذلك يعني على شكل قوماج خليكم معي اخواتي اخواني نمزج الخلطة وانا معكم من بعد ما كنمز جمز يعني الموز مع متلة الجبل ومع اليوغورت وصفة جميلة جدا نصحكم البنات بأنكم تدوموا عليها تتطهر وتنقي البشرة خصوصا الى تابعتوها وحترمتو يعني الوقت العلاج وحترمتو الوصفة يعني كمثبتة وكتزيد من الفعالية ومن نجاح الوصفة دينا او العلاج دينا هكذا من بعد ما خدمتها ومزجتها كنناخدو كذلك القوماج ومن بعد ما نضفت البشرة ديالي كنناخدو القوماج وكننقومو بيه تهوا بنفس الطريقة بلطف وعلى البشرة دينا كاملة ونحاولو طبقة ساميكة على هدوك المناطق اللي كتكون في هدوك الندبات خصوصا هنا يعني على المناطق اللي كتكون فيها بكترة كنحاولو نديروا واحد طبقة كثيفة ونخليو هدوك الوصفة دينا او القيناع دينا كي شرب مزيان وكيدخل للمسام ديال البشرة لانها مضيفة اصلا ديجان ضيفة ومعقمة ومطهرة مزيان ومغدية كذلك بزيوس مهمة القيناع يعني كتشربوا البشرة ديالنا بوحد طريقة هائلة وغتلاحظوا نوحد نظفة كبيرة وغتلاحظوا نوحد صفاء ونعومة من بعد هاد يعني هاد تروية للبشرة ديالكم هاد تلاحظوا هاد الفرق من بعد يعني 1-3 ايام لغتلاحظوا ان البشرة مغدية مزيان ومتطهرة ونقية وجميع المشاكل كتلاحظوها في البشرة ديالكم هاد تخسافي كلكم كتعرفوا يعني العسل زيت اللوز كتعرفوا زيت جوز الهند كلها مكونات مهمة يعني فيتامينات والمعادن جميع المواد اللي كتكون منها تكون فيها مهمة جدا وحتى المادة ديالنا مهمة ومرممة لجميع المشاكل والشوائب اللي كتكون في البشرة يعني ديال واحد الفئة من الناس وكانت هذه هي الوصفة ديالنا وهذه هي الطريقة اللي استعملناها يعني على سائر البشرة وكيف مما قلت لكم اخواتي اخواني عفوا نحترموا يعني الفترة ديال العلاج باش نتخلصوا من هاد الندبات ومن هديك الجروح يعني بصفة نهائية نحاولو ناخدو يعني زيت اللوز المر يكون يعني واحد المصدر يعني يكون موثوق منو وكذلك زيت جوز الهند ناخدوها متواجدين يعني في جميع عند الصياد الى عند المتاجر تجارية المختصة ببيع مواد تجميلية وكذلك نحاولو ننضفو الوجه ديالنا بشكل يومي بالنسبة للبنات اللي كي يستعملوا يعني مواد جميلية يحاولو ينضفوا البشرة ديالهم قبل ما ينعسو يوميا ينضفوا البشرة ديالهم زيت اللوز يكفي انك تضيفيه على البشرة ديالك او لتحطيه كتلاء على البشرة ديالك حتى الصباح يعني راه مهم جدا كي يعطيها وحد نضارة رائعة ونسملنا البنات والاخوان والاخوات اللي عندهم هاد المشكل يحاولو يطبقوا الوصفة ويحاولو يعني يحسار الفترة ديال العلاج ما كتكونش قسيرة طويلة شيئا ما ولكن راه نتيجة ديالهم مضمونا مئة بالمئة وهدي هي الوصفة ديالنا وهدي هم النصائح اللي قدمت لكم اليوم يعني وصفة مجربة وعندها نتائج رائعة نسملنا اخواتي اخواني انكم تجربوها وانكم تستفدوا منها وانكم تشاركوها مع الناس اللي عندهم هاد المشاكل او هاد الجروح اللي في الحقيقة كتشكل ازعاج وكتشكل واحد المنظر غير لائق نتمنى ان شاء الله نكون فتكم ونتمنى انكم تطبقوا الوصفة يعني وتحتارموها بجميع المكونات اللي فيها جميع المواد اللي قدمت لكم وشكرا لكم من جديد الى فرصة قادمة والى وصفة قادمة ان شاء الله